بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نزاك يا شباب مكمليم مع بعض بقية فيديوهات تولي لزمية واحد ان ويندوز اجور اند ويب سيربس هنتكلم دلوقتي عن ال WCF بس مع الانتيتي فريمورك بشكل بسيط كده ازاي ممكن اعمل كود فرست انتيتي فريمورك مع ال WCF طيب هنماشي مع بعض في الخطوات اول حاجة هفتح البيجرول استوديو بعد كده هعمل نيو بروجيكت وهخليه من نوع WCF class library وبعد كده هبدأ اعمل البروجيكت بتاعي على الشكل هقول WCF مثلا كود فرست هو اسم البروجيكت لسي اف كود فرست ديمو طيب انا في الكود فرست محتاج ايه محتاج اول حاجة اعمل الكلاس بتاعي تمام اللي اكيد هيبقى data contract وهيبقى data member جواه هاخد copy من الكلاس ده واقلاس امبلوين عبارة عن ال id والname وجوب السلالي وهنبدأ نشتغل به كده فتح المشروع بتاعي ممكن ابقى اغير اسامي السيربس خليه مثلا اي دو اي دابيو سي اف اه فرست او كود فرست هنبدأ الاول من الانترفيس فالمفترض ان انا هشيل كل حاجات لجوا الانترفيس وهاشيل الكلاس ده وهستبدله بالكلاس بتاعي اللي هو عبارة عن كلاس امبلوي اي دي وفرست نيم وسلالي وجوب اجي هنا بس ازود له ان يكون data contract وكل الممبر لجواه يكونوا data member وطبعا احنا كنا شرحنا ال property اللي ممكن نستخدمها مع data member ايه كده احنا خلصنا الكلاس بتاعنا تمام طيب الخطوة اللي بعد كده ابدأ اعمل context تمام المفترض ان ال context بتاعي هجيبه من system.data.entity فتعال الاول نعمل class ونسميه my context هجينا وعمل right click على ال project واقول له انا عايز ااد class هنسميه my context والكلاس ده هيبعبارة عن my context بيورس من db context عشان اوصل db context لازم اعمل usingly system.data.entity طبعا ايه مش موجودة هنا فانا المفترض ان انا اا اوصل ال net انا محتاج ازود اا او ااد nuggets فهاجي هنا من manage nugget package وابدأ اضيف entity framework في ال browse هكتب هنا entity واضغط enter هيبدأ يعمل search انا محتاج entity framework ده الاصدار السادس هبدأ اعمل لها ns tool هينزل لي مجموعة المكاتب بتاعي بالفعل نزلت entity framework في الحالة ديت اقدر ارجع لي my context وابدأ اقول له dot entity بقت موجودة وهي ديت اللي هخلي تجدى ال class بتاعي يورس من db context لو ااا اا عندك مشكلة في ااITY framework او choice ا principal y sincerist يالك تراجع آا الز algún ده في اااااAAدارata access بعد كده عملت ا Mens code هو عباره عن طيف من emble was Edward out and episode and jego ş empieza theres a result بكده نبقى حصلنا الجزء الاولانى نرجع بقى لي the code بتاعنا. طبعا الكود اللي موجود جوه ده بالكامل انا مش محتاجه. فهنروح للانترفيس علشان نبدأ نكتب الكود اللي احنا محتاجينه كايمبليمينتن. فانا جيت هنا في الانترفيس عندي الاول اه اوبريشن كونتراكت. هيكون المسود اللي بتجيت كل الموظفين. فعملت هنا وقلت له هيرجع بلاست اوف ممكن نزود واحد كمان. وده هيكون عبارة عن. فانشن بتريتيرن ام بلوي وهيبقى جيت ام بلوي باي اي دي. وهنا. هيكون بتاعه هو الاي دي. يبقى انا كده عندي متود بترجع بكل المواصفين ومسود بترجع با اي دي المواصف. بكده احنا خلصنا الانترفيس نقدر نعمل سيف ونرجع بقى على الكلاس بتاعنا ونبدأ نعمل. طيب في الاول زي ما اتفقنا عايز اخد اوبجيكت من اه ماي كونتاكست فايجي هنا اقول له ماي كونتاكست دي بي مسلا ايكوال نيو كونتاكست وايجي هنا اقول له ان مسلا الريتير هيكون عبارة عندي بي دوت امبلويز دوت طولست علشان هنا انا اشتغل بشكل الاي اي انارابل فاعمله دوت طولست علشان يرجع بشكلها. طيب بالنسبة ال اي دي هنا بقى هنقول ان انا هاخد اوبجيكت من امبلوي هنسميه مسلا امب اكوال نعمل بس خلينا نعمل على شوكرا او كوري اكسبرشان فايجي أقول له فروم اممم مثلا ان تيو ان دي بي طبعا محتاجين اوبجيكت كمان هنا او ممكن نخلي الاوبجيكت على مستوى اي اي الفياس بس خليه هنا اقوله دي بي ضغط الامبلوي where inq.ambluid equal equal id اللي معايا في الحالة دي هسلكت q وبكده يبقى انا عملت السلكت بس انا هنا لما هامل السلكتاية دي هترجعلي بقيمة واحدة بس المفترض فهاجي هنا واخد كل الكلام ده وقوله وليه اشتغلت علشان حاجة واحدة بس لو قلت له بس يا شباب في الحالة ديت لو رجع بنل يعني افرد انه كتب اي دي مش موجود عندي هيديني ارور معناها يا اما هتجيب اول واحد هتلاقيه بيشترط بي اي دي او لو ملقتش بقى انت كده مش هترجعلي بي ارور طيب المفترض في الاخر خالص ابدأ اقوله ان الريتيرن بتاعي يكون لام بكده يبقى احنا عملنا الماثود اللي بشكلين ممكن ارجع بكل الموظفين وممكن ارجع بموظف واحد طيب تعال نعمل save فضلي بس ان انا اصبط الاب كونفج بتاعي بحيص احط فيه الكونفجوريشن بتاع الكونيكشن سترينج هاجي هنا ممكن بعد system.web احط الكونيكشن سترينج بتاعي وابدأ هنا اعمل save يعني المفترض لو احنا بنقسمهم في عندي هنا الموديل في عندي هنا الانتيتي framework تمام اللي هو اشتغل بيها هو احطت هنا البروفايدرز اللي هو اشتغل بيه تمام وانا حطيت الكونيكشن سترينج بتاعي في الجزء ده تعال نعمل save وتعال نعمل run كده wcf بتاعي بتشتغل بشكل عادي خالص تعال الاول نقول call Ambly هطلب المفترض انه هيرجع لي بنال لان ما عنديش موظفين بالفعل جوه التابل ده لانه لسه اصلا تحت الانشاء بس الفكرة ان احنا لو رجعنا لسيكول وبدأنا نعمل ريفرش للداتابيز بالفعل بقت عندي هنا WCF Code First دي الداتابيز اللي اتعمل لها Migration من خلال الويب سيرفز حتى اللاحز تابل Migration History بقى موجود وبالفعل بقى عندي تابل اسمه ايه Mblewe ممكن ندخل داتا جوه الامبلwe سريعا كده لو رجعنا للسيرفز بتاعنا طبعا هو انا الريترن بتاعي بزيرو لو قلت له انفوك مرة تانية قلت له اوكي لا بالفعل بقت عندي Mblewe سايد و Mblewe Retage وممكن اروح للجت باي اي دي واقول له رقم اثنين طبعا ده هيجيب لي سايد تمام ورقم ثلاثة هيجيب لي Retage بكده يبقى احنا خلصنا الانتيتي فريمور كود فيرس مع WCF بشكل بسيط هيبقى فيه توسق لحضراتكم بالنسبة اللي بيتابع البلاي لازت عايز تعملي نفس الخطوات دي يا شباب وبعد كده تبدأ تعملي consuming على ASP Web4 بحيث ان انت تبقى عندك امبليكيشن بيشتغل على السيرفز دي من خلال consuming للسيرفز دي ارجو ان الفيديو ده يكون وضح فكرة WCFWiz AdWO.Net Entity Framework لو عجبوا بالفيديو واستفدت منه واريت تعمل لايك واريت تعمل سبسكراب لشان تجي لك باية الفيديوهات اللي بنعمل على القناة باشكول الناس بتاع القناة من خلال لايك واريت تسابسكراب والشيرينج شير للفيديو على دي ما تقدروا اخيرا هليك ايجابي متوقفش المعلومة عندك شاف الخير اشتركوا ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته